نهاردة سلمة صباحي الزميلة الإعلامية كريمة الأستاذ حمدين صباحي المحترم المرشح الرئاسي كتبت أمنيات خمسة وهي بتهني المشير السيسي بالفوز ده ماشى بشكل ده كلام كويس قوي قالت إيه بقى مبروك للسيسي رئاسة مصر العظيمة وبتمنى من كل قلبي يكون قد عشام الناس فيه بالذات الغلابة بتمنى يتسع صدره لمعارضيه ويسمعهم بتمنى يقضي على الفساد المستفحل من أيام مبارك ويبرد قلوب أمهات الشهداء وأضافت بتمنى يدي فرصة حقيقية لشباب مصر أنهم يعبروا عن رأيهم بحرية وأخيرا بتمنى ما يسيبش مظلوم في الزنزانة يا رب اكرم البلد دي بالعيش والحرية والعدالة والكرامة سلمة كلمتني لما كانت كتبة حاجة على فيسبوك قبل كده وتنقلت عنها وأنا قلتها اللي هي كانت بتقول فيها عمل تحت ونقرتها بطريقة سلمة قالتلي أنا مقصدش المعنى اللي وصلك خالص وأنا ممتنل سلمة أنها كانت حريصة أنها تكلمني هي بتقول لي أنا كنت بتفرج على فيلم نيمو ده فيلم أطفال كانت بتفرج هيو بنتها وربنا يخلى هلا والمعنى أن احنا نتجمع تحت كلنا يعني النزول لتحت في الفيلم مش معناه بالمعنى اللي وصلني أن المصريين بينزلوا لتحت أنا اللي غلطان فأنا بعتذلك يا سلمة ثقافتي كده متفرجتش على نيمو بس أعدك أنها تفرج عليه وخلي ابني يتفرج عليه الصغير موسيقى